متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة والنهار ده معنا موقع جديد تماماً من مواقع توليد الصورة بالذكاء الاصطناعي بتستخدم موضل اسمه Revy Image وRevy هو اسم الموقع أيضاً ولكن هذا الموقع بيستخدم موضل اسمه Revy Image من المفترض أن هذا النموذج جيد جداً لتوليد الصور وحنشوف مع بعض الوقت الموقع والصور المنتجة بواسطة الموقع عاملة إزاي استخدامه سهل جداً ولكن تعالى نشوف الصور المنتجة بواسطة هذا الموقع إلا حطي لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو يلا بينا دخلت على موقع Revy وعملت Sign Up عادي جداً بGoogle Account وتعالى بص على موقع وجودة الصور المنتجة بواسطة هذا الموقع صورة زي دي أنا ضغطت عليها عايز تعمل Edit على البرومت حتدوز هنا Edit على البرومت وتستغل الStyle بتاع الصورة وشكل الصورة بمجرد أن تتعدل على البرومت الموجود بمنطهة البساطة يعني ممكن تغير الوقت مثلاً هنا ممكن أخليه بدل مثلاً 18th century ممكن أغيره ممكن أخليه بدل ما قوي البنتنج ممكن أخليه حاجة تانية ممكن تحط Object تاني خالص يعني أنا ممكن هنا Sleeping Brown and White Dog ممكن أخليه White Cat على سبيل المثال يعني ممكن هنا أعدل أخليها White Cat أنا بس بوريك الموضوع هيبقى ماشي ازاي أنا ممكن أخليها القرن العشرين وهنا طبعاً هغير هخليها Cat ممكن أغير Modern برضو ممكن أخلي هو هنا أعطيك شوية أمثلة اقترح أو اقترحات لما بتضغط على جزء اللي أنت عايز تغيره ممكن هنا أخليها See Side Down ممكن أخلي Golden Sunset وفي الآخر خالص حدوس Enter بعد ما أعمل Edit هنا Enhance يعني أعمل Enhancement لي الأمر أنا مش هعمل Enhancement للأمر ولا حاجة أنا ممكن أغير بس في الأسبكت ريشيو ودوس Enter أنا بس وريتك مثال أورادي موجود وأنا خدت الأمر عملت عليه Edit هنشوف دلوقتي بقى لما نمشئ الصورة من الأول شكلها هيكون عامل ازاي أعتقد أنه هو قايم على فكرة Stable Diffusion هنا دي النتيجة صورة بدل ما صورة Dog صورة Cat وطبعا عمل Expanding شوية للصورة ممكن تكون صورة القطة بينة كبيرة شوية ممكن نعمل Edit مرة تانية ونصغرها ولكن زي ما أنتوا شايفين خد نفس الستايل بتاع الصورة اللي قبل وبناء على الإمبوت اللي أنا حطتها تعالوا نعمل كده Download هل في أي Watermark على الصورة حاب أن أنا وريك لو في أي Watermark على الصورة ولا لأ زي ما أنت شايف ما فيش أي Watermark على الصورة في إمكانية أن أنت تعمل Delete للصورة لو مش عجبك خالص وبالتالي انت حدلت الصورة مش حدبين عندك على الموقع على فكرة ما أعطاني الصورة واحدة كمان أعطاني صور تانية يعني فيه كمان صور تانية ثلاث صور تانية يبقى إذن هو بينشئ في المرة أربع صور زي ما إحنا شايفين يعني دي صورة ودي صورة ودي صورة إن الصورة أولية كتلقطة باين فيها كبيرة شوية بالنسبة للView فالصورة دي مثلا أنا شايفها أحسن فقالتي عالية أعطاني زي ما قلت لك الستايل نفسه الخاص بي الصورة الأصلية وغيرت أنا بس فيها شوية حاجات تبعا للأوبجيكت اللي أنا عايزة أحطه جوه الصورة وعطاني النتيجة اللي إحنا شايفينها دلوقتي تعالوا نشوف حاجة تانية حبتدي أرجع مرة تانية حب أيضا أن أنا أوليك صورة من الصور اللي هو تم إنتاجها من خلاله حاجة زي جود مورنينج اللي إحنا شايفينها بالشكل ده نقدر نحن نعمل إدت على البرومت واتغير مثلا White Ceramic ممكن أخليها Black Mutt ممكن هنا أخلي Fallen Autumn Leaves هنا Small White Wild Flowers أخليها Orange Mubble Leaves In Forest ممكن أخليها فورست عادي وممكن Good Morning Be Happy We In Black Copper Black Metallic Gold وفي الآخر حدوس Enter ونشوف النتيجة سبت الأسبكت ريشو زي ما هي دي النتيجة بعد ما تم التعديل على الصورة هل هي دي الصورة بس اللي موجودة لأنشأ لي أربع صور زي ما احنا شايفين انت بتختار الصورة اللي انت شايفها أفضل يعني أنا مثلا عجبني دي أكتر هنا وراء الشجر مغطي الجزء اللي تحت مثلا أنا عجباني دي أكتر فيها جزء أبيض من تحت ففيه كونتراست كده فعجبني جدا جدا الصورة دي أكتر تعالي نشوف بقى لما ننشئ صورة بشكل عين ممكن تبقى عاملة إزئي يعني مثلا ممكن أقول له هنا أميدل إيجي مان إز ريدنج أبوك أث أكوفي شوب بهايند أويندو وهنا حتدي إن أنا أدوس أنتر بص النتيجة قد إيه حلوة يعني بصوا النتيجة عاملة إزاي بصراحة يعني فيه أدوات كتيرة بقت مجانية دلوقتي إحنا ممكن نستخدمها ونستفيد بيها تعالي نجرب هنا أكتر أنا شايفة أن أنا ممكن ممكن صورة زي دي مثلا عجباني أكتر صورة ممكن أعمل إنهانسمنت 16 لتسعة وارجع أدوس أنتر وشوف النتيجة هنا أيضا النتيجة رائعة جدا الخاصة بيه الصورة هنا أكيد فيه أربع صور كمان الصورة دي حلوة جدا حاول تستفيد منه قدر الإمكان لإنتاج مجموعة متنوعة من الصور كمان فيه إمكانية أن أنت الصورة تعجبك وتعدل في الأمر لحد ما توصل للصورة اللي أنت عايزها بالظبط ودي حاجة كويسة جدا يعني أي صورة هنا ممكن تعمل عليها تعديل يعني ممكن صورة زي دي أبتدي أن أنا أختارها وأعمل edit بقى على الأمر نفسه فأنت هنا ممكن تروح تعمل edit وتغير في الصورة نفسها وبعدين تولد أربع صور جدا تختار منهم وهكذا ده بالنسبة لي review.art حطت لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو موقع جديد استخدمه وقل لي رأيك في التعليقات وهنا في حابة بس حاجة أنوه عنها أن أنا عامل سلاسل بلايليست موجودة عندي على القناة بلايليست خاصة بتوليد الصوت بلايليست خاصة بتوليد الفيديو وبلايليست خاصة بتوليد الصورة وحتى كل المواقع كلها في بلايليست اسمها مواقع بالذكاء الاصطناعي فلو أنت حابب تروح فقط لمواقع انتاج الصورة حتلاقي البلايليست بتاعتها موجودة الفيديو نفس الموضوع الاوديو نفس الموضوع عايز تروح لبلايليست الأكبر فعندك أيضا البلايليست الأكبر الخاصة بمواقع الذكاء الاصطناعي بس نقطة حبيت أن أنا أنوه عنها لو أنت عايز يعني بعض الناس بيسألني عن بعض المواقع اللي بتعمل حاجات محددة كل ده موجودة عندي على القناة لأن انتوا زي ما انتوا شايفين من فترة طويلة احنا مركزين أصلا على مواقع وأدوات الذكاء الاصطناعي فجايز الحاجة اللي انت بتدور عليها تلاقيها موجودة في البلايليست اسديد وان شاء الله شوفكم في فيديو جديد وموقع جديد مفيد على قناة كل يوم موقع جديد زي ما بقولك في نهاية كل فيديو لو بتشوفنا أول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساش اللايك وشيروا وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته